قمت بعمل زرعات قمت بغسلتهم و قمت بغسلتهم ماء و هنا وجدتها مكسورة السبب لأنه ذلك اليوم صراحة صار هواء كليش عالي و كانت يمي الشباك و انكسر و لكني لا ننسبها عليه فالمهم هسا حطيتهم عمود يتجذرون و ان شاء الله تعيش و ان شاء الله عركني جميل الكيوت كيف هذا يضح المهم كيف تضح المهم ليس كيف والذي دائما لديهم عمودة فواكه لدينا خلال كم يتجذرون و لديهم فواكه لأنه يوجد عمودة فواكه و المهم الآن لا تفاكه فأجبه قليل و اقص قطع و ليس كيف يكون طعم الازبري لا اسموثي لا مثل الازبري هل فاهمتوني؟ كيوت منتظرين هذه الجذر الجذر شوفوا إذا جذرت سأقول لكم عليها نفعل وجبة كورية وتحتاج الصوس طماطن وتتكون من باستا وتتكون من هذه الأشياء ولكن أول شغلة تتكون منها هي الصوس لازم اشتغل على الصوس فأنا عاتم بالصلصة أقطع طماطن وبعدها أتركها شوحون وبعدها أصلا ذبل ما يمالتها ولكن أشوفها ذبلت شوي أطاف فيها رأسا وأجي أهرسها لا أقوم بأي قطعة من الطماطن لأن كل مكون بالطماطن بها نكا معينة فأنا لا أخسر أي شيء فأدكها كل جزين لذيذة وجاهزة وطيبة لذيذة وحاطة الماء على النار سأسلق الباستا شكلها فراشة على فيونك نحن نلبسها كبنات ولكن أكثر شيء فراشة فراشة فهذا يجب أن نصر بها الوصفة سأصورها معكم كاملة أصفة بها باستا وبها تصور نودلز ولكن أنا صراحة رأيتها كصورة مسلسل في الفيديو وكانت في المسلسل فكانت بها الباستا كل جزين واضح وكانت بها إما نودلز أو هذه السباكتتي فصراحة أضعت السباكتتي وهذه النوعيتين سأخذها بعض الأشياء سنرى كيف تظهر بالنهاية ولكن سنرى السباكتتي تستبدلون هذه النوضة عادية لا يوجد أشياء فلازم الوجبة يصبح حارة فهنا نضع فلفل حار وبعدها نضع المعجون وفلفل أسود وملح وضع الصمس وضع الباستا حصلت ويجب أن نضع هذه الطماطب سأضع لكم الصورة التي أخذتها الوجبة وضعها ونقارنها أرى هم وفلفل بعدها سأصدر بطبق ويمكنها ودخل للفرن ففزنة ويجبنة وشغلات هنا أبطلت الدجاج وراءها سألوثهم بالطحين وقرمشهم ستكون بصفحة باعهم لتصور مثل الورق ومحشي أشياء ومقلية لكن لكنني لم أكن لدي هذا الورق فأفكرت ماذا أستبدله فأجبت ورق عنب تخيلوا وحشيت جبونات ورحق لي لا أعرف إذا ستأتي حولها فبصفها يضع مكعبات دجاج وفوقها بصفها تبت فقط تبصروا كما رأيتها فهذه للطبق فوقت الملسجة الملسجة وفوقتها الغلي مستعدين لأول من ربخها أقلي ورق عنب لا تفتح انا لوثتهم بعدها فكرتي ما في احد يسويها الطبق صار جاهز شوفوا لي الجمالية هاي الوصفة بصراحة كلش 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 واتحمسة اجرب ومس التقاني اياكم بعد الاكل في الاحتمال الآن الى العصر الجديد كيف أنت يا ربي جيد سوف أقوم بعمل عصر و أشياء و أخيراً عصر الجو اليوم تصمت صمت جداً لكل شكل شحار الحمالة ليش كد أحبها كيكي كده عرفتوها يعني حابة تسر معيكم اليوم واليوم حق قعد أخطط على مود ماذا أسمعي أضح الرزنامة أبدأ أن أرى أشياء قررت أن أشياء كل شي جيد و يجب أن أعطب غير ثخينة و نرى ما أعلق لان أجب أن أعطب رزنامة قومي أحدد عليها تواريخ و أم أكتب أشياء جداول و هذه الأشياء فأرثت عن مدينة و أشعر لنأجب أن أعمل أخيرا جبت العصرونية فصراحة أعشق شيء اسمها عصرونية والله والله كل شيء أحبه يعني أحسها شيء غير طبعا هاي العصرونية مو بس احنا ترى لا ترى كل الشعوب عندهم والله مثلا عندكم بريطانيا وقت الشاي عندهم فشي كل شيء مقدس حتى كوابته مميزة بكوريا هم نفس الشيء موجود شايفتهم باليابان من دائما أباع فيديوهات ويحضرون أشياء ويضعون شغلات ويشوفوها ومعين ناس يعني يسوي هاي الشغلات فهمتوني بس والحب دي تحمص أو يتشوح الفترة صايرة عندي ما عرف مكين ناس أتكيف بساندة حسب نسويدي شوية يعني مو مشكلة بس متفاجئ هذه الفترة شعر راسي صاير دبل يعني باعوا استخدمت شامبو قبل خلي حتشيكم بشكل مهم قبل خمسة شهر ستة أكثر من الشتة أين بدأ الشتة صراحة أكثر من خمسة شهر ستة سبعة حسنا فهذا الشامبو سوا شعري ناعم وكيوت وكلش حلو وبعدين تفاجئت أن شعري خصل 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 توقع فقلت خافصوش أكل خافصوش أكل خافصوش الشاي بس استرجع الدماغي كل زين يعني من أني كلش كلش صغيرة والله جاءت أشرب شاي ويعني هواية جاءت أشربة طبيعي كان شعري كوش ثخين فقلت فقمت أخافه شاي تخيله فبعدها خلص وتذكرون أنت ورطت سيتأشوف شامبو ووقع من إيدي وانكسر وانحراجت ورحت اشتريتها سولفت لكم كانت ماشرة لي بإيدي فلوسه هواية ورجعت للبيت وخدت فلوس ورجعت أخدت المكسور وقصة طويلة واستخدمت هذا الشامبو ما ينعم الشعر يعني ما يسوي كلش نازل ذاكا لأتش أنت استخدمه ينعم كلش الشعر يعني بحيث تفاجئ بالمهم ضحش أنه صار تركت ذاكا وانجو بارتشترات هذا واستخدمته يوم بعد يوم نستخدم هو كلش حجمه كبير يعني صال لي يمكن أربعة شهر لا خمسة يمكن هو من ذاكا خلاص تقوم تستخدم هذا شعري طلع بكثافة مطبيعية يعني رجع يطلع طبيعي بس شوفوا هاي يومي كانت هاي الناعمين هسه هذي طولت باعه صار طويلة تفمشي بالشعر وباعه هاي قبلها مطولت فتفاجئت وبدأ يطلع الشعر باعه هنا يعني جوا قصي بعد أكثر بحيث قصي صار يقدوته والباقي كل شعر يعني لازم أفرح بس فكرت انه وجهة زينة لانه جد ماكو قصة باعه لازم يتساوي بس هو كل شعر باعه شوفوا دايش اوفكم هاري هنطولت بس شوفون ما شاء الله و هسه وقعت شعري باديه جرته حيل و هسه مرات يعني يسحب شعر يعني باسولة يطلع لي شعريات صغر ناعمة هسه لتنبت بشعري فصراحة ما عرب أفرح أوج ما قدري بس نفس الوقت يعني ما شيء إيجابي بس نفس الوقت يعني بس نفس الوقت يعني بس نفس الوقت يعني بس نفس الوقت يعني بس اوكي يعني بس نفس الوقت بس نفس الوقت عن الشامبو بس نفس الوقت عن مدافيتكم لانه والله عن تجربة شعري تهلس السباع و هاي طبيعته انا اصلا شعري بيكسره بس هاي بدون اش سور والله بحيث الشعر بدا يتعلم على الشامبو جديد الشامبو قلت لكم وقع شعري انها واني تفاجئت بالنعومة اللي سويها هو اللي كله انا بنفسجي و الكل حمد بي لحد الجنون بحيث قاني و ريحته كلش طيبة و يسوي الشعر بس يوقع بطريقة مطبيعية انا انت بيت عاي شعري اعرف شعري ثخين فصار عندي هنا فراغ بس رجع امتله والله هنا صار عندي فراغ فما اعرف انا شكت بس بالشامبو لان بس تركت رجع شعري طبيعي فمن غير المعقول و كان يوقع بكميات مطبيعية فديروا بالكم اذا انتو جد مستخدمي مثلي و شافين عليه ايش حالات كتبوا بضميركم اوكي لان ارتعرف بس ان يصار لي هذا الشي لو انتو هام وبس ما يعجبني يعني احكي على اي منتج ما اقول ما اتدخل بهذا الشي بس لان تجربة سيئة فحبيت اقول لكم اياها شكرا انت حمومة صلحة وباعوا ريحة ضيبة طبعا هذا الحب خام و نجيبه بعدين نحمصه عبكسة طالة لان عندما تشتروا الخام تستطيعون ان تفعله جديد باي لحظة و ما مملح يعني ان طعم الحباية حلوة يجبها حلاوة جهزة عصر وهي هنا بسكيتشب و ساد سحاب بس فقاصة بالشاي جهزة الشاي كوبي اللطيف هذا الكوبي جاني هدية سيقوم بحش نقصص و اذا كيما قلت لكم عن دفتر هدية تصدف يعني فاقبلوا انتم كوبي اللطيف و او انتم السجنة سمقتن ايو الله ايو الله ايو الله بس يلغانين مانتو شونكم بعد و شونكم بعد اكثر تصدف أتبعي جدول الكتبة كتبوا لي موضيع الروح ساعدوني كل يومي اجرب هذا البسكوت كل ما كان عجب بيه طيب طعمه بس كده مو صحي ارتقاني لكم فيما بعد مو صحيح بدأت عمل الروز ناما ولكن اول شيء فعلت خط عدل وبعدها فعلت عشيك الغيمة بدأت هنا نكتب اسم الشهر فهي ترى حبدي وخططتهم طبعا هذه خلصتهم ولكن احبدي بالتنظيم طبعا هذه المسافة كلها قياسات استخدمت هذه شوفوا من 1 إلى 1 أربعة اللي شوفون هكذا يعني و بس شيء حددته بالرصاص بعدها سوف أحددهم بالجاف لان اول شيء ما رضي اخطأ بالجاف ورجع صحح صراحة خطأت فهي شيء أفضل كتبت بالجاف بقى امسح شوية الرصاص وابدى ارتب الرسومات رزنامتي بدأت تخلص بقى اشياء تفاصيل شوفوا الجمال حبيتهم موكلوا حلوين مستعدين بعدها يصار بها واحد اثنين ثلاثة شنو هذه الكياتة اموت كتبوا لي بداعتي شرايكم بس طبعا نحدد التواريخ تخص البنات طبعا نبعوا الجمال اختارتها نفس هذا اللون طبعا نبعا 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 سجل زرعة مالتي كنت أرى Woof لحظة ثم كنت نبعا 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 لونها أخشاب لانها نفس موجودة الألوان كنت يعرفون عشق شيء اسم سنوبي يعني حبي الذي لا ينتهي عشقه بجنون فحطي الشخصية اخطي وردتي مالتي كتبوا لي شرايكم انتو حبيتوها او لا كلشي حبيتها انا كلشي كيوت مثلا كلهم يعني حسوي لفتشي اوكي يعني برتقالي لفتشي مثلا الوان ثانية حددهمها من غير اشياء انا اريدها وبس انو صراحة هواية دورت روزنامة على ذوقي و اشياء انا احبهم ما لقيتهم كلهم غير الاشياء اللي انا احبها يعني مو كيوت لو صور مطبوعة لا ما اعرف شو مشكل هين فحرت واخر شي قررت انو انا مو من soft كتبوا لي ما رأيكم وقت وقت التمرين حسنا قادر وجل disclose اوه انترو انترو لا أعنى و ذهبنا ما حاسثت لأacyها لا تتمرن بمعنى انه هي بنتي إذا احصتها لا تتمرن حسنا ايد من تترك ترجع عكسي بعدها من ترسمون لا ترسمون لكن عندما ترى الجهة تحسون بالاخطاء او ترى الجهة الثانية تحسون اخطاء اكثر حاولوا الرسمة ترسمونها من اكثر من جهة عمون تكتشفون ماذا اخطاءكم يعني هاي كانت كلش صاعدة وهابو منطقية بس في وقت التدريب هكي الغانين من بعد تقريبا ساعة ف اضعت الرسمة هي شويانة بس باعو لما شوفو من كل جهة يطلع لكم اللون شكل باع حسب الاضاءة حسب الشغال ف لدينا ويايا وياكم الاقموش المقرمش كل شيء يدخل لكم وفي الحياة تجدون لازم الوجبات وياها في الصراحة احبت باعو يتشتبين اكثر احب اضيف الرسمة تفاصيل بالزيادة بس بعد هنا يعني باعو لازم شوي اضطلون رمودية سبون والصباح حملها رؤية ثانية لا تنحزر لان هزدني ليل بس قطعة 2 من 10 بالنسبة لي انطل نفسي صراحة 8 من 10 كل شيء كل شيء حبيت عجبني بس هكمل تمرين طبعا اليوم هظل اتمرن لانه ما عاجبني اسوي شيء ثاني وما احب اقعد في باتشر الصبح هشوفكم شنو اكثر شيء تمرنت حديث صراحة هذه الرسمة هدخد قلوي كل شيء كيوت كل شيء حلوة تحسوها شويش بيها بالمكسيكو الشغلات يعني هذوري التنانير تكون بها وكسرات وشغلات وكسرات وكسرات عجبتني كل شيء صراحة الخير قلت اشوفكم بالرزنامة الصبح نحن باحجات مواضحة فهذا الشكل هي كتبوا لي يا سجد ما رأيكم هل تقررون انتو رزنامة حسب ما تحبونه اكو هواي استيكارات ترى بالسوق وشغلات بس انا احب اسوي كل شيء بأدية فانتو تقدرون استيكارات تشتروني اذا ما تعرفون ترسمون هاي الشغلات وي كيوت صباحة صباحة هذا نشاط البرحة صراحة البرحة اتعلموا اتمرن اكثر فمارد الفيديو يطول عليكم احب دي روتين جديد ونصورة مع بعض لا تنسوا ان دي ربالكم على نفسكم لا تضيعون الوقت ادرسوا تعلموا اتدربوا سووا اشياء من داخلكم كل شيء حبوا نفسكم كل شيء اشتغلوا عليها حتى انتو زعلاني انضايجين نساني مو باحسن حالاتي بالحياة بس ما اضيعشي هذول الشغلات يحسسوني انو اني جد نسانة كل شيء قوية واقدر اتغلب على هواي اشياء وما افقد نفسي اهمشي 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 نتطور وما نخلق ايضرو فتوقفنا عن الشغل فهمتوني التقاني ايكم في فيديو جديد شانتوا ايكم بوحة باي